بداية وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الفئول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة الطيار الكهربائي في البلاد يشرع بعد قليل في ميناء سكيدا عملية شحن أولى كميات الفئول المقدرة بحوالي 30 ألف طن على متن الباخرة الناقلة البترولية الجزائرية إناكر ليرسالها إلى لبنان الشقيق حيث سخرت شركة سونتراك كافة الإمكانيات للتنفيذ الفوري لقرار رئيس الجمهورية والتضامن والوقوف إلى جانب لبنان في الظروف العصيبة التي يمر بها